السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم في خليل اليوم قاعد افكر نحن اخر مرة بينينا وايد من هذين وسوينا خطار في الوساط ودنيا بس شو لوبا نشحن شحن نعتمد الشحن يعني انا حطيت هنا خطار شحن بالغلب ومسحته بس ابا اعتمد اشبك مع هاذ السكة شكة ايه مش شكة ايها الله سكة جيدة يعني الحين لو بسوي شبكة شحن صح نظريا مفروض اقدر اتوي شبكة شحن كاملة صح بس المشكلة مش هنا مشكلة الحين في التوصيلات صح توصيلات مثلا انا الحين بعدلها شوي برجع هذا هنا من زين للعبة شوي قامت متعلق عليه منذ ان شاء الله ما تسوي كراشات وترجعنا وراه من زين اذا انا بيبا باعتمد الشحن كاسلوب مثلا هنا اوكي هل راح تشوفوا مثلا ايوه مثلا هنا لان هنا بايب الاخبار بوصل شوية لعبار شوية هني يا الله نشاب لي هذا نزين بخبركم الحين اذا نيب هاذا هني حلو وبنسوي دايركت مثلا كونكشن لين هني وبايب هذا اهني معناه انا موصول في الشبكة حلو معناه حتى قطار الشحن بايهني واقدر اتبادل ويت شغلات لاني سويت تخاطعات اهني صح حين تخاطعات مالي مشبوكة ما فيها مشاكل فاللي بسويه اني بحطي قطار شحن هنا باختصار يعني بعد هذا كلا اقولك اني بحطي قطار شحن لكن مش بسهولة لانه اذا بحطي قطار شحن هني بسوي زحمة زحمة بمعنى كلمة زحمة فبالتالي لازم انتبه الطريق اللي اشبك فيها القطار واخذ نوع من انواع التوف كل شي في اللعب اصلا مخاطر لكن هذا شوي لفل اعلى شوي لفل اعلى فابا احطي هني قطار في النص اوكي مفتوح والجانب هذا نزيل وبحطي خطار هني الشحن طبعا في شحن بحري داش في الموضوع اوكي الشحن مش مجرد هنا انا الحين قاعدة يقولكم بس في الشحن نزيل فالحين ابع حطي الخطار هني خلو وبرفع كم انا رفع ذاك ثمانتاعش اوكي موضوع شكلم بسيط خلاص خلص انا شبكنا هني وصلنا بس المشكلة مش المشكلة كيف يشتغل بعدين انا بقولكم الحين نعطيكم ما يسمونه تشيت بيتش نزيل الحين هذا على سبيل المثال اشتغل شحن ولا اي شي ولا هذا خلا ننزل هذا حبه عسان استوي شكله شوي منطقي اكثر نزيل بننزل هذا هني بعد حبه شوية نزيل وعادي بيطفونهم سيارات ما عندهم مشاكل نزيل وستوعنا هني خطار شو شحن نزيل خطار شحن وين بشبكنا اختار الشحن ابو اشبك مكانين المكان الاول بالطريقة اهاي مثل ما تعود انا والطريقة الثانية اللي هي بتكون دارك تكون نكشن واللي هي شو اه خلني بس امسح هذا هو اللحظة خلنا اعمل اشبك الجانب الاول اول شي من زين بايب هنا لكم اختار من هنا خلاص هذا الشحن من عند السفن وعشان امشي بالعكس لازم اسوي شو بالطريقة هاي صح الحين هذا مش بوك في خير وهذا مش بوك من باب حب التجانس الشوية راح نعطي زوايا من زين بالطريقة هاي يعني الخطار هذا من شبك كيف الحينة فيه يوتير فيه روح فيها رد فيه يدخل على خطار ثاني نزيل الحين اللي حاصل انه هذا مثلا لو بيدخل فيه خربطان نشوف الموضوع ترى يعني طريقة الشبك ترى هاي مش وايد وكي وفيها اخطاء يعني اذا تموتش بكون ما تش بكون بالطريقة هاي 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 الشبكة انا مشيت على اللي موجود في الخريطة ترى كان موجود جزء صغير وهذا تميت ازيد عليه بس انا اتكلم الحين هذا اذا شبكت فيه خصة خطارات هني وهذا شبكت مع بعض معناه نظريا كل النتورك مش بوك في الثاني يعني على الحين المفروض حتى الشحن يدخل هني يروح يمين بس شوفوا الزحمة اللي قامت تستوي شوفوا شوفوا عرفتوا قصيم وقلكم تستوي زحمة هذا يوم تستوي زحمة شوفوا قطار قام يوقف وهني ما عندنا مثلا نحطي تراكز زيادة ولا هذا لان يا ساعتمد في كل التنقلات على قطار هذا المركزي يمكن يمكن هذا اكثر قطار يشل نص بس الحين القطار هذا ابعد ابا اطلع من فرع مثلا اذا ايبه هني ولا ابني الكارغو اللي فيه ترين اللي فيه اقطار راح يتشربك اكثر خلونا نبني اهني اه واحد ولا لا صبر سوري اه وين صار هذا هو من زين هذا بمئتين الف كم كان كارغو هب من زين وولسو ترين حلو هذا في كذا مشكلة هذا هذا التصميم في كذا مشكلة اول شي كيف تطلع الخطار منه صعب حلو بنحط هذا بكم تسعين الف اوكي بنجرب على اثنين اوكي نشبك لهم ماء بنبك لهم ماء بنقي راح لهم ماء بننزل بغير الشوارعهم طبعا لانا لا ي Lindsay وان достиق lust مان име تنام أيضا بنروس في الشارع بنحدد انا اقول شارع التجاهل والله يكفي هذا الصراحة انا ابالغ شوية مرات في الستة هذا وايد مبالغة الصراحة. منزين? وبنخليه هنا وبنحدد هذا وهذا. وراح نسوي اباقريد اباقريد نجرب نجرب. منزين? هذا كلما نحن نصير في اتجاه واحد. وبنسوي شارع اربعة اتجاهات. بالطريقة هاي مثلا. ولا نحن يكون في مكان مثلا حق الصيد من داخلها اوكي? حق ما لا الصيد وهي. بالطريقة هاي. زي? ونسوينا الشارع بالطريقة ولا سوي شارع سيدة عادي يعني. مش خضية. نكسرة. الاحين التحدي في هالقطارات مش هالشغلة هاي كلها. التحدي في القطارات هاي. سالفت شو? دقيقة خلا نطلع هاي السيدة نطلع من هاي الهاي السيدة نطلع من هاي الهاي السيدة وخلص. اوكي? التحدي فيهم سكة القطار نفسها. لان الاحين سكت القطار كيف انا ممكن ايبها? صح? فانا بقول لكم بافترض اني بسوي نفس اللي سويت اخر مرة. في الخطار اللي هناك. بيبسكة. مثلا برفعها. دين اه مثلا الصنعش. بتي سيدة بتي سيدة. اوكي. مو عندنا مشكلة. خلان نحطيها السيدة. بالطريقة هاي. بنحطيها بالطريقة هاي بنحطينا الشبكة وراء المباني. بالطريقة مثلا هاي حلو. وبنسويها. الحاصل انا بأي اسوي. بالطريقة هاي. اوكي? المشكلة الفعلية في هاي اللي انا اشوفه العيب الاساسي انك كيف تشبك السكة. شبكة السكة خايسة. شفو? احنا لو شبكتها بزاوية ترى شو مشكلة القطار? اذا ما عندك هاتول ما تقدر تصرحها. بس اذا ما في الخط اللي موجود هني. انت ترى مباصر القطار لازم تتميله شفو? الحين القطار موصول. انا انا هالشي ترى يزعجني شوي. سالفة اني اوصل البحر للقطار. مزعج. مزعج. ترى مزعج. يعني الحين هني بيكون اسهل وايد. لانه اصلا هني بيكون بالطريقة هاي من برع يعني. من بعيد. فمفروض ما يكون في مشكلة فاني بعد في مشكلة. لاني وايد خط راحتي. شفو? يعني لازم اي بطريقة لازم يل ابل فن يعني. بتقول ابتيلها عادي بيطلع شكلها شوي قبيحة. اللي هو هي. هاتل تيبا هني ما تقدر تيبا تيب سوي T ما تقدر. فتتلعوز تعرف شاو تلعوز? لازم تسوي T واتي Cabinet هنا وتسوي الى والله الشبكة وتهني يعني تم تعطيه تراي هارد من الخاطر. خاصة ان هاي المستوى هم اوكي. نزيل? فبتسوي شوية تراي هارد. الا اذا هالطريقة السهلة فعليا انك تتيب هنا لين وين? مش هذا. مثلا تيب لا اهني. هاي الطريقة السهلة هاي انك انت تقدر تتيبها بالطريقة هاي بالعكس وبعدين شو تسوي بعدين تنزله. في في واي طرق في واي طرق تقدر يتيبه بصراحة يعني بس ان المصيبة والطريقة طرق انا بالنسبة لي كلها بيض. يعني اذا نزلت هني زيادة اذا سويت هني زيادة اذا سويت تطلع حسة غلط. شوف. بالطريقة هاي. فما احس انه عملي يعني المفروض. القطار ما يكون بالطريقة هاي. بصراحة وجهة نظر يعني. مفروض القطار ما يكون بالطريقة هاي. يكون افضل. يعني الحين هذا جيد طلع يعني. ما ما اقولكم لا. بس تخيلوا عندكم شبكة من هالشي. نزيل. خلنا بنصير الحينة بنوصل الاخطار هذا آآ باقي الخطارات مثلا. نزيل. وابا اييبه من فوق. على قولت آآ واحد من الشباب بالفن. باييبه انا ما اقدر ايبه هذا من فوق لانه هذا حتى ما بيستوي على اربعة عشتوا. اوكي. نزيل. وباييب واحد خيطة هني وبطلع منا خيط ثاني وبشبكة هني يلا شبك هذا نايس. نزيل. ومفصلة من هني شوية لين يبقى هني ويشبك. الحين شبك. كانت ورك. الحين كل الغطارات عندي من المواني. شوفوا من المواني هذي. نزيل اللي شوفونا لين. المكان هذا لين نصل لهذا هني مشبوك. بس الزحمة ما ما راح تفتك. هاي الخطوة الاولى من من فيديو اليوم. نزيل. اني انا اشبك كل اختارات. بس هنا في زحمة في زحمة وما راح تخلص من هذا. يعني الا اذا اسوي عادة هيكلة كاملة وهذا. بالنسبة لي حاليا شبه مستحيل. شبه مستحيل الا اذا وايد وايد بسوي بايباس بضيف آآ. لازم اكسر الجسر هذا. نزيل. انا سوي شيء مهم اني اذا بكسر هالجسر يمكن. ما عادة كسر هالجسر في حد يستعمل هالجسر محد صح? ما منه فايدة. ما صدق ما زماني شكله مش عايب اني. انا كسرت شيء باندم اني كسرته. نزيل? اذا ما ركب باندم. اه. شو قلت لكم? انا انا مركب كل شيء غصب. نزيل. الحين هذا اذا بقي له على قولتهم بالفن. بتستوي. اللي هي ايب الخطار من اهني لين. اهني وانهني لين اهني. وبعدين اشبكه. اسوي بايباس بالعربي حق الزحمة. ولا اتجاوز الزحمة بالطريقة هاي. بس طبعا عشان يشبك. شوفوا. هذا من اهم التولز. اذا ما اقول لكم بدون تولز بيض. شوفوا اساس انه يشبك. هاي واحدة من مشاكل الخطار. على فكرة ان النتورك لازم يشبك على زاوية معينة. وفعليا لازم. فعليا لازم. من زين. الحين ترى هذا يعتبر يعني شوي كأنه دوار اختارات. بس زين. بس مش سيء. بلحس بانه حتى حق الجامعة قاعي يشتغل ترى. بس احس انه كل الاخطارات لازم. النقطة تجاوز يعني مثلا اذا بيب نقطة تجاوز من هنا. وبوصلها. انا اعتبر انه هذي نقطة جيدة. انه اقدر اتجاوز المحطة. سويت سويت نقطة تجاوز المحطة. المشكلة الحين مش في تجاوز المحطة يعني. هيستويت زحمة فيه اكيد خطر راح يستعمل تجاوز ترى هذا. خلنا نشوف. ما في الاخطار استعمل اوكي. انا اعطف. لانهم اصلا اه اوكي هذا استعمل اشوفه. انهم كان في زحمة. بس المشكلة وين? المشكلة مكان نفس هذا الحين انا ما اقدر افعل نقطة تجاوز عملية. ما اقدر. هذا المشكلة اللي بتواجهك دائما. فبتستيز احمد خطارات ووقفة والناس ما بتستعمل خطار وايد. ها شي حطه في بالك. راح يقل استعمال الناس الخطار. حتى لو انك تقدر مثلا تسوي شي صعب. الذي تقدر تسوي نقطة تجاوز واللي هو صعب وايد. وايد صعب. وما اظني انا اقدر عليه حاليا لاني مش بوك في مكان ضيق شوي. الا اذا قدرت مثلا اني اطلع نقطة من هني ترجع لهني. والخطار يكمل دربة سيد. اه موضوع ثاني دوار يعني. سوي دوار حق الاخطارات. وبعد بيستوي زحمة. بس المكان معدي ذلك زين. انزين. الحين بما اننا سوينا هني شوي زحمة. ابا اسوي حركة تكون كلها هني. صبر خلنا نفتح اول شي السياحة. نشوف شو وضع السياحة عندنا. وضع السياحة عادي. وفي ناس تصير سياحة. بس ابا احطي بعدني مجموعة لاند ماركس او. علام. علام الطريق على قولتهم. في المكان هذا. اول هم هني. جدام الخطارات. المكان حلو الصراحة. المكان يشجع. فخلونا نحطي في هذه الحرقة. قد ما نقدر قد ما نقدر. ركزوا عليهاي. في مكان واحد. ليش قد ما نقدر في مكان واحد? لانه. نحن الحينة. بنسوي بالطريقة هاي. الديزاين بنمشي مع البحر. بخلي البحر فاضح حق اه احتمالات مستقبلية. وبنسوي الشوارع نوعا ما بهاي المعمعة هاي اللي اللي حين قاعد تستوي عندي. نوعا ما مشي بالمئة. على كبير. زين. ليش قد ما اقدر? على اساس اول شي اني افتح اللاند مارك سايل. والثاني شي اسوي نقاط قوية. يعني. هذا مثلا شكله فنان. اول الشارع. حلو? والشارع مش فنان. شكله. بالاساس. مثلا بنسوي شو بنرفع بنسوي. حلو? اللي عنده بحر. فانا اقدر ابني على اساس هذا اساسا. مثلا شوفو اذا ردي حاول اشوفوه. كم يعطيني مساحة ازعت. انا بييه على اساسه ببني مجموعة اشياء مثلا. خلا نعطي ماي. للمدينة مصيرها تزدحم. المدينة ترى اي مدينة مصيرها شو تزدحم. بحطي شوية تجارة هني. شوفو تجارة هني معنا بتشغل الاختار اكثر ترى. هالشي بعد حطوه وبالكم. وبنحطي مجموعة هني اه صناعية تجارية وبنحطي دكاكين هني في الوسط عماير. زي. ليش ها مش بس من باب التصميم. من باب عزل الضضاء في الخلف. حلو? هني من نفتح من تفتحون ترى مكان يديد شو ستوي. نحتاج مجموعة خدمات يديدة هاي المشكلة. يعني مثلا هني بحتاج انا الحين مثلا مطافي. مطافي. مثلا بحطي مطافي. مطافي هاي راح تسوي. حداري خبحت هاي. فبالتالي ليش ما اسوي. مكان شوي. مضغوط بالسوالة في الانجازات هاي. نزين? واللي كلهم ما عندي فلوس حكم. باساسا يعني. نزين? وبالطريقة هاي نقدر. ننتقل لخريطة السياحية. على الحين شوي بحاول استعيل. في الكثافة السكانية. نزين? فلا تسبوني على المربعات هاي. نزين? بنسوي الحينة. تسعين درجة. اما مستحيل تسعين درجة. تسعين درجة في حسابة منو هاي? هاي? هاي خمسة ثمانين. هاي تسعين. هاي مفروض تكون سيدة. هاي تسعين على اي اساس? نزين? تسعين. الحين عدد. نزين? تسعين. وبنسوي تقاطعات داخلية. مستقيمة الين تقريبا هنا وبنسوي بالطريقة. هاي عساس بيكون عندي فكرة عن تخطيط المستقبلي للمكان. وهني بنحطي شي. هذا اللي اتكلم عنه شفو? تسعون بالطريقة هاي. مثلا بحطي لي وحدة من الشغلات اللي موجودة هني. ليش? لان عندي امكانية وعندي اه سسمة. فلوس. فلوسة حاليا مو عندي لكن الامكانية يعني. وبالطريقة هاي راح ابني منطقة متطورة اكثر من الباقيات. خلونا نوصل هذا مثلا في الشارع. نزين بالطريقة هاي. اوكي? شوي طريقة التوصيل راح تختلف للنسة ما عندنا نحنها. لكن الشكل الاساسي اقدر اسوي بالطريقة هاي منطقة حق استخطاب ولا استعمال الشغلات اللي موجودة عندي. اللي ما قاعدين نستعملهم اساسا. فمش ما قاعدين استعملهم بس استعمالهم بالنسبة لنا شوية قليل. اتشوف هنا. ومحتاجين استعملهم بشكل اكبر. الحين عندي منطقات ثانية هني. اقدر اكرر فيها نفس النمط. اللي هي اقدر ايب اسوي الشارع. وين انا بحطي الشغلة اللي عندي قابل لاسياح. انا احسب الطريقة هيا التخطيط هذي لي قاعد يستوي اول شي ياسين نكسب شكل المدينة مربعات في مستطيلات في مثلثات في بحر في انسيابي في كل شي. هذا اول شي. وانسين.�astsاني 것으로 ما عندنا هني حد هاي ساكلين عند الازعاج عند القطار ومو عندهم موظفين وزعلانين نزيل الحين بنبدأ مثلا بنسوي زونك زونك بسوي على اساس الماي خلا نحطي زونه هنا انا اوصل لكم الفكرة بس مادر الوقت راح يسمح ولا راح يسمح الوقت نزيل اوصل لكم الفكرة هذي كيف اني استفيد من كل شيء وفي نفس الوقت اقدر اطلع شغلات قوية اهني عنا كلها ارضي فالحين اهني بنسوي عماير وبحاول اسوي شغلات اطول اهني عساسي بينهم في نص العماير الحين في عندنا مساحة انا ناوي استغلها تماما لمنوع اللي الشغلات لنفس ال اسبو وربعة وملاعب وغير لحي مش هني ملاعب بيكون في الزير الثاني هني بيكون كثافة سكانية اكثر شي تسعين في الامية وهذا الحين قضيناها كثافة سكانية هني عطيناها مكان يبنون خلال فترة من الزمن مثلا نزيل اما هني الناس بتي دام دام في بضايف ترا الناس بتي ما عندكم مشكلة بس خلونا نشبك الشوارع مثلا انا هالشارع ما بقى اي حد يبني في اه بقى بني اه اوكي بدينا بالعبط ما ما تشابك هذا الا عن تسمع فشو بنسوي بنسوي اشارة هني بنسوي اشارة هني على اساس الناس تقدر اتي الطرف الاخر وتروح تشوف وظايفها اللي موجودة فعليا اهني في هذا المكان خلونا نسوي الشي بطريقة نوعا ما مش نايس وايد بس وكي نزيل في زحمة الناس عند رته هني جم They were built in color. الآخره نزيل هالحين ببني بعد شوارع زيادة هني يمكن الشارع شويتي احس ان يبال لنا شوي في المكان عساس يكسر الروتين اللي موجود عندنا. خلنا نحط وراهم دكاكين عادية ما بقى حاطي عماير لان مستوى التعليم ولا اخره الاخره كله يزيد. فلازم بعد من ناحية الشكل ومن ناحية التوزيع زين. توزيع المهم ما بين اللي عندهم تعليم عالي اللي ما عندهم تعليم عالي يتوفر تنويع زين. تنويع زين. ما اظن ان عندي هالكثر جامعة تعليم. ولا تعليم جامعة هالكثر بالاحرى. زين. هني طبعا بتظهر لنا شوي مشاكل خدمات المقابر وغيرها لان المكان بعيد ولا صراحة عن باقي الاماكن. فمش المشكلة الاساسية اللي مفروض نحلها. الطريقة هاي. زين. الحين صار عندنا مكان. زين. هالمكان شو بنسوي فيه. بنقعد ندورنا شيء اه نحن مثل الحين بدور شيء على ميزانية بصراحة يعني. مثلا شيء نفس البلازا هذا. شوفوا يسوي حشرة. لكن شوفوا كمية الشسمة اللي يسويه. الوناسة. صح? الناس اللي حولها تستانس. البلازا هذا كذلك. يعني احس ان هالثنين والله مثالين يكونوا عند البعض. ثلاثين الف خلنا ترى اياهم. نزين? آآ عبارة عن حديقة وغيرها يا اخي انت اطور الناس اطور السياحة واتطور كل شيء في نفس الوقت. في نفس الوقت رب تحطي بينهم انت شو? اللي هي اللحظة خلنا نشوف نفس الحجمهم صح? واحدة اظن موال الصناعة كانت هذا فرندلي نيبرهود. لا يبعد اوكي. هاي سياحة وهذا سياحة مية وعشرين. والثنتين فيهم سياحة. حبتين يمين حبتين يسار فاضيات. ايضا الشارع مثالي نفس الثاني. شارعين مش نفس بعض. عنزين. الحين بتنا ثلاثين الف. انا بحطي هذا. حلو? هذا الغيمة اللي قاعد يرفعها والاستغلال اللي قاعد يسويه والسياحة اللي موجودة من وراء. ترى شيء كبير. شوفوا. راح يرفع قيمة كل شيء حتى الارض هنا يغير ولا قيمة ولا شيء فضيع. بس هنا محتاجين اظن حديقة حيوانات او شيء تغيير نمط. بصراحة. بس كنتفكر يسوي حديقة الحيوانات على الجزيرة الثانية لما هالجزيرة شوي. انا ليش هسوي شيء خلنا نسوي شيء يا اخي. مزين. لما شوي هالجزيرة قلت تتعبه بسويه في الجزيرة الثانية. بس قامت تتعبه والله قامت تتعبه قمنا باحتياجاتنا قمنا نعبيها. ما قمنا نعبيها بزيادة وهذا عرفتو. لان بعد هني احس ان في موارد وبوفر وظايف وراها على طول. ما با اوفر وظايف عشوائية كثر ما بوظف وظايف مرتبة يعني. على الحين مثلا اذا انا باي وباشتري هذا المكان اللي اشتويت مرة واحدة ما قدر اشتري شيء في زيادة طف. مثلا عندي هذا المكان. وفي وايد ناس ساكنة هني. في كثير ناس ساكنة. بس طبعا الحين ما اقدر لانه الحين اذا انا سويت اي شيء. ما راح يكون اوكي. احطي كمية من الاخر. لانه. ايوة لانه ما عندي ثلاثين اللي اشتريها. ما بيكون اوكي لانه ما عنا احتياج صناعي فعلي والناس راح تزيد احتياجها. بس رح فعا الناس احتياجها يزيد يزيد. نزيل. خلنا نسوي اه منطقة صناعية مثلا. وشوفوا هني. هاي منطقة كامل صناعية. اللي هم ما يسوون شو. نزيل. وين المشكلة? الشحن. واحد من مشاكل اختار الشحن. هذا مشكلة رقم واحد. مشكلة رقم الثانية خلنا نشتري هاي لحظة خاهرة اني اصلها من الصبيح. نزيل. مشكلة رقم الثانية وين? هذه. الزبالة اللي بيسوونها. الصناعية تسوي زبالة وايد. وانا رجي عندي مكانة هني هي صحيح بس تسوي وايد. مشوية تسوي وايد. يعني اكثر ما تخيلون. نزيل. خلنا نمد الشارع هذا. نعطيكم فكرة عن اللي ممكن يستوي حاليا. هذا سيدة والله مش فيقلة حاليا شوية. نزيل. وهني بسوي شوارع عدلة لانها اصلا تشجير وناس شغلهم نظيف يعني. مش مش ناس طلع الروح. نزيل. الحين مع ارتفاع هذا الحين بتبدأ المباني تطلع. خراء وايد 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 يرفع الطلب الصناعة ترفع الوظائف وايد. مش بس في اللعبة في لو تدرسون في اي دولة في العالم يرفعون الصناعة ترتفع الوظائف ترتفع التعليم يرتفع كل شيء. لان الناس تدور وظائف. نزيل. بنحطي على هذه الصفة هاي. فعليا مفروض احطي بعد هني. نزيل. خلنا نبدأ نعبي هني. نزيل. هاي منطقة صناعية مفروض نظيفة تكون. نزيل? بنحطي صناعية بس بمسحة من اهني ما باها. ما بتنزل تحت. ابا يبنون اهني حاليا بس اهني بس ما باشي يبنون. تشوفوا ارتفاع فرق الطلب من العرض. نزيل. نشوف. اوكي. الماي. اوكي. الماي اقدر اوصل الان اخر شيء. هيا خلاص. نغطي المنطقة كلها بمي. اوكي. انزيل. الحين مني زيد طلب الصناعي عندي. بيزي طبعا طلب الوظائف وطلب هذا كله لانه وفي ناس ساكنة قريب. والحلو في انه نظيف يعني شوفوا. احنا لو اجي لكم للتلوث اللي هني موجود. الفورستري والالغابات ما عندهم اي اي تلوث ما عندهم. ما عندهم. ويوفرون وظايف نوعا ما قريبة. وعند سياح طبعا في نفس المكان. هم شيء سياحي. الحين تركيز كامل اكثر سياحي. ما قاموا يبنون الجماعة. اوكي انا موقف اللعبة شدت. مزين? فالحين اللي اقدر اسوي اني انا ازيد الوظائف اللي موجودة في المنطقة قد ما اقدر. خلونا اسويتي وانزل. مش من هنا لا اسوي من هنا. وانزل من هنا واهني شوية ميلة ما عندي مشكلة. واحطي مناطق صناعية والحلو ان المناطق صناعية ما تعترف تجارية. تكلمت عن هشي قبل. يعني لو احطي هنا. مناطق تجارية على الشارع هاي عادي. بس ما بسوي هالشي. لان الحين اشوفوا مقام يبنون. عندي كهربا. عندي كهربا. عندي مواي. يعني عندي. مش كثير. في طلب وايد. والله المدينة انتهت كبيرة ضخمة جدا. صراحة. يعني بشكل فضيح. المشكلة اذا تبدأ مشروع كبير نفس هذا. تبدأ. يعني الحين السياحة. يوم بتطلع عندنا سياحة كل شي راح يتغير. شوفوا. وين الكارغو. وين الكارغو. هذا موضوع ثاني. يباله المكان. طار. اللي هو بستين الف كارغو ترين صح? هنحط الكارغو ترين. هني بس اول شيء بيطلع المنطقة هني تطلع. هلا نحط الدكاكين تحت. هلا نحط الدكاكين لحظة. على اساس عندنا ماي اوكي. بنحط الدكاكين صغيرة. هنزين هاي دكاكين صغيرة. طبعا هني بتستوي زحمة ترى زحمة زحمة لان الشارع صغيرة. بس ما ما عندنا مشكلة. مفروض يكونوا كدام من الشغالة هني في كارغو اوكي. بس اللي ابقى اسويها الحينة يمكن نعدل البقاء شوية بعدين لازم. مش لازم بنعدلها اكيد هاي. اساس سيستين منطقة سياحية عند لها. بس على مستوى هالحالي ما رح تكون سياحية. هاي كم سياحية؟ هاي وايد اكثر سياحية من هاي. بس بس المكان ترى يعني المدينة حلوة. انا يعني اشوفها زينة. زين. وين الشيس ما صار? الخطار الكارغو اللي قلت بحطي. زين بنحطي خطار الكارغو عالبحر. اوكي. وبنشل الكارغو من البحر. و. نحبة دقيقة. بالطريقة هاي. اهني. اوكي. وبالطريقة هاي اهني. هذي معناه اوصل لين هذا المكان. لانه. في حال هذي يطلعوا. واللي اتشوفهم ما قاعدين يطلعون اساسا. لحظة صبر. انا عصلا مش محدد المنطقة. باي نوع من ال. نحطي المنطقة. نحط فيها. تشجير. ولا فورست غابات. لان اللي موجود فيها غابات اي. اللي موجود فيها غابات اوكي. بس اللعبة حس وقفت بناء نوعا ما. يا رس اتشوف في تردد شوي في البناء. ما عارف ليش والسبب. يباله مراجعة بس الصناعية ما قامت تبنيه. مع اني حطيت هني خطار. تخيلوا انتو. بس شوفوا سلسلة الخطارات اللي عنا ولا سلسلة المواصلات اللي عنا ترى جبارة. يعني هاي مدينة مثلا نقول عنها عاصمة مثلا ولا غيرها. لان نحن نبقى نسوي شي. عرفته. فالحين هاي مثلا كيف. زير باسنجر. ما اللي اتمنى اللعب ولا كيف. بشوف موضوع هانا بعدين. المهم خلص عندنا وقت الحلقة. حاليا نشوفكم في حلقات مشاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. رحمة الله.